90% من اللي بيصاب بمثل عشقهم النساء والسبب ان الملابس الداخلية لما بيخش الحمام يختسلوا او واحدة متزوجة بتسيب الملابس الداخلية خلف الباب في الحمام او مثلا تحط لها يعني سبحان الله شماعة كده وتعلق عليها ملابسها الداخلية بصرف النظر عن ان اي حمام من الحمامات بيتحط فيها هذه الملابس لكن انت انسيت شيء ان الشيطان يعني سبحان الله لحاس وسواس خناس بيشمشم زي الكلاب بالزبط كده اه زي ما بقولك فلما يجي الشيطان يعني سبحان الله تسيبه له انت ملابسك الداخلية بشمشم في هذه الملابس فسبحان الله اي واحدة حطت ملابسها الداخلية في الحمام او نشرت ملابسها الداخلية في الحمام او ملابس زوجها او ان انت سبت ملابسك في الحمام هتبصت لها انك انت عندك احتكاك او حكة جديدة جدا جات لك في منطقة الركب ممكن واحد يقول لك نظافة طب ماشي الافرازات اللي بتيجي بعد كده ايه سببها طب ماشي الالام اللي بتكون موجودة في الحوض والالام دي بتكون فضاعة جدا مهما تحاولي تخلصي منها مفيش فايدة اللي بتكون موجودة في الدورة الشهرية وعدم الانتظام تجيلك يومين متقدم يومين متأخر اربع تيام متقدم خمسة متأخر تنزل شهر الشهر التاني لا تبص تلاقي ايضا يعني وقت الحمل او وقت ما يكون عندك ذرية او اولاد تبصي تلقي انك انت يعني سبحان الله بتشوف حلم غريب كده والحلم ده انك انت بتجري او ان في حد بيطردك والحد ده عايز ان هو يمسكك باقي طريقة وبالفعل مجرد ما لحط ده يحط ايده عليك تبص تلاقي نفسك انك انت سقطت الحمل بعد ثلاث شهور فمسة العشق من الاشياء العجيبة جدا اللي الانسان يعني سبحان الله بيصب بها في حياته وللأسف الشديد انه مسة العشق ليه علامات فانعايزك انك انت تركز معا عشان اديك العلامات ديت فلم متابع معا بحد دي نكتب لي باسم الله على التكست من علامات مسة العشق ان دايما المرأة تبصت لاقي ان في عندها نبض في منطقة الرحم والنبض دا يعني سبحان الله ما بيتوقفش انهائيا تصح من النوم تلاقي ان فيه كدمات زرعة في منطقة الرجلين وان فيه حد مخرب السدراء كده كان يعني سبحان الله خربيش شديدة جدا كانها متخنق مع واحدة صاحبتها او متخنق مع اختها والخربيش ديت ما بتنتهيش والاغرب من كل ذلك انك انت لو نظرت في ايد السيدة اللي اصيبت بمثل هتبصت لاقي ان ما فيش اي شيء يثبت على ان هي اللي مخربش نفسها هتلاقي ان الاظافر مقلمة والاظافر زغيرة وما فيش اي مشكلة تماما بالنسبة ايضا ان تيجي السيدة اللي بتكون مصابة بمثل عشق ديت تلاقي ان الشعر عندك عمال بيتساقط الشعر مش راضي يثبت وشعرك بعد ما كان تقيل وشعري جميل كده وغزير اصبح ان هم تلات اربع شعرات يا يدوبك سترير راسك بالمعنى المجازي يعني وخلاص هتبدي انك انت يعني سبحان الله تتنحل شعرك تماما نهيك بقى عن انك انت يعني سبحان الله تيجي تنامي تحس ان في نفس لازق كده فاكتافك النفس ده ملوش اي سبب او مش عارفة هو بيجيلك منين وتزدقي بقى في حالة الضيق والضجر والزعل والحزن ايه النفس اللي يلازق فيها اربعة وعشرين ساعة ده ومش راضي ان هو يفريني ولا مش راضي حتى ان هو يسدني ولو اللي اللحظات قلي ليه لا لان النفس ده يعني سبحان الله هو نفس الشيطان الخبيث بيجي الشيطان ده يعني سبحان الله يلتصك كده فيك وتيجي يعني سبحان الله بعض الاشخاص او الشباب يحس كده ان في حد بيحتضنه من وراء يا عم انا مسجاز ولا في اي اعراض من الاعراض دي انا كل رجولة بس تلاقي ان الشعور العجيب ده بيبقى كده ملتصك فيك حد كده لازق فيك من وراء لا انت عارف هو راجل ولا انت عارف هو شيطانه شيطان مخنى الشيطان طبيعي المشكلة ان الحاجة ديت انا عارف ان في اشخاص كتير او من اللي بيسمعوني بيعانوا منها انك تشوف ان في حد بيحتضلك بس اما انتش عارف تحدد هل اللي بيحتضنك ده راجل ولا اللي بيحتضنك ده امرأة الراجل ده هو من الجين ولا راجل ده من الشياطين فاده من العلامة اللي بتديدلي على وجود مسل اشخاص تعال بقى يا سيدي مجرد ما تحط رأسك ايه على السرير في بعض الناس تخاف ان هي تنام في السرير وتقول لك انا كل منام اشوف احلام مزعجة جدا سبحان الله بعض الفتائيان تكتسق يعني يعني يبقى عندك صوف ان هي تحكي لأحلام ديت وبعض الشباب برضو يبقى عنده سوف أنه يحكي الأحلام ديت الأحلام ديت عبارة عن إيه؟ أنه يشوف المحارم بتاعته في المنام زي مثلاً إن شاب يشوف أنه بيعاشر أخته واللي عزوا بالله أو أمه أو مرات أخوه أو عمته أو خالته وإنت تشوف أنه والدك أو أخوك أو أبوك أو ابنك فالأحلام ديت يعني سبحان الله بتكون أحلام في قمة القضارة واحد ممكن يقول لي طب ليه الأحلام بتاعت المحارم ديت من العلامات اللي بتديلي على مساء العشاء هقول لك يا عزيزي لأن الشيطان خبيث أخبث مما يكون والشيطان يعني سبحان الله عذر عن مجموعة خنازير كده مطلوقة بعضها فلا يستحي منهم أحد من أحد والحمد لله رب العالمين كفار خرجوا عن حدود الله جل وعلا فأنت هتنتظر منهم إيه فبيجي الشيطان ده يعني سبحان الله لا يتراوع فييجي مثلا يجيب لك مثلا الشخص يعني سبحان الله اللي بيعز عليك زي مثلا يجيب لك مثلا أختك أو يجيب لك أمك أو يجيب لك بنتك عشان يعرف مدى قربك من الله جل وعلا هل أنت بقى هتمشي معاه في الطريق ده وتبدأ أنك انت يعني سبحان الله تبدأ تمارس الرزيلا وانت نايم والموضوع مستمتع به وتقوم كده أنك انت راضي ولا هتقوم مخنوق ونفسك عايز ترجع ومش طايق أي حاجة وخلاص كده كاره الدنيا وكاره اللي فيها ففي الحالة دي تيعرف الشيطان أنك انت عندك عمر بنا كبار ربنا فيقول لك لا سبو شوية لحد ما أي من لينه فييجي يلينك بقى بيه جيب لك أحلام في أشخاص انت بتحبها أو بنات انت بتحبها أو شخصين انت بتحبها ثم يجيب لك أنك انت بتجرب من الشخصية ديت أو بمعنى صح بيسك الأحلام على الحاجات اللي انت بتحبها ثم بعد ذلك يخليك أنك انت تنطول وحدك فتقعد في الغرفة لما تقعد في الغرفة دي بتعمليه تفتح حاجة مش مزبوطة تبدأ أنك انت يعني سبحان الله أي شيء كده تلاقيه وانت مسك الموبايل يخلي أي حد يبعط لك أي حاجة تسيرك مشاهدين كلها عايزين يضلوك فلما انت تصار تبصت لها نفسك أنك انت دخلت في حاجة محرمة أو فعلت شيء محرم فبالتالي بقى الشيطان في اللحظة دي يتعشرك وهنا بقى يمكن مس العش وكوة مس العش مس العش يعني سبحان الله ممكن أنه يخرج من الإنسان بسهولة ويسر وممكن أنه يعني سبحان الله ما يضلش في جسم الإنسان وممكن أنه يستوطن جسد الإنسان أيام معدودة بل سنين معدودة وعشان كده كل إنسان عايز أنه يتخلص من مس العش وكل ما عليه أنه يعمل حاجة من اتنين أول حاجة يحاول أنه يحص نفسه بالأسكار للضرورة يعني معنا صح ما فيش حاجة تبنعك أنك أنت تقرأ أذكارك في الصباح والمساء تاني شيء أنك أنت تعرف أن مس العش ده عبارة عن الشيطان يحاول أنه يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى فأنت تكون قريب من الله جل وعلا وعايزك تعرف أن الإنسان يعني سبحان الله كلما اقترب من الله جل وعلا وكل ما جعل بينه وبين الله عز وجل يعني سبحان الله باب والباب هذا العبد ده بيطرق الباب على فكرة لو عملت باب واحد ربنا هجعله كله في الأبواب فعشان كده لو أنت يعني سبحان الله بتعمل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار أنا عايز أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى يستحيل أن يضيعك فبمجرد أنت ما تيجي تصلي وتحاول أنك أنت تتقرب من الله جل وعلا بالصلوات وتجرى الأذكار في الصباح والمساء ربنا سبحانه وتعالى حيجعل بينك وبين الشياطين حجاب مستور الحجاب ده يعني سبحانه الله مش حيضروا انهم يتخطوا هذا الحجاب او مش حيضروا مثلا يعني سبحانه الله انهم يتجاوذوا هذا الحجاب فبالتالي تكون انت في نصرة منهم وبالتالي تكون انت انتصرت على جميع الشياطين دي فكل ما عليك انك انت حيلزمك شيء واحد فقط لا غير الا وهو انك انت تجرى اسكار الصباح في المساء واسكار المساء في الصباح والاغبطون مع بعض يعني انك انت تقرأ اسكار الصباح والمساء بصف عامة وتحاول انك انت دايما يعني سبحان الله تكون جارب من ربنا سبحانه وتعالى بالصلاوات المفروضة وهتجيب كاس مية زي ده انا بضرب لك المثال على كاس مية لان ما فيه زيت موجود عندي فافضل شي انك انت تستخدم زيت الزيتون وزيت الحرمل وزيت حبة البركة او مسك اسود اي زيت يعني سبحان الله من الزيوت الطيبة اللي موجود عندك تقدر انك انت تدهم بقى جسمك جيب الزيت ده هتقرأ على الزيت ده يعني سبحان الله يعني صورة النور وهتقرأ عليه صورة الانفال وهتقرأ عليه صورة يعني سبحان الله البروج وهتقرأ عليه آيات اللي بتزم الرزيلة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن انت ليه هتقرأ العيات ديت وهتقرأ عيات اللي بتزم الرزيلة والاشياء دي كلها لانك بمجرد ما تقرأ العيات ديت يعني سبحان الله سيجعل الله عز وجل بينك وبين الشياطين يعني سبحان الله حجاب فانت لما تقرأ على الزيت وتتهن مفاتن جسمك وتتهن الجبهة بتاعتك قبل النوم وتتهن جسدك الشياطين مش هتقدر ان هي تصل لك بدور او تصل لك بمكروه في التالي هتبصت لقي نفسك انك انت يعني سبحان الله حفظت نفسك من الشياطين وحفظت نفسك من السحر ثم بعد ذلك انك انت هتبدأ بقى يعني انق مياه كبير وحتقرأ فيه يعني نفس الصور اللي انا ذكرتها لك الانفال النور البروج ايات السحر او ايات زم الرزيلة وتبدأ انك انت تشرب وتختسل من الماء ده وتحافظ على البرنامج ده المد في ثلاث ايام صدقني مع الصلاوات المفروضة والمحافظة عليها مش هتشتكي من اي سحر مرة تانية البرنامج ده لو عجبك شاركه لاصحابك واصدقائك فاتدالي على الخير كفا عليه دمتم فدي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته